السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بإذن الله اليوم بالحصة الرابعة على بنهاج العلم الصف الثامن. بس غيرنا نشبك الجهاز اللي احنا نشتغل عليها يا جبكنا. طيب. آآ لا تنسوا طول شيء تحت بوصف الفيديو راح تلاقوا عندكم اللي هم روابة الانضمام للواتساب والتليجرام والفيسبوك. وايضا لا تنسوا كمان آآ في عنا آآ اللي هو قناتنا على اليوتيوب فابدنا تعملوا سبسكرايب اللي هو متابعة. عشان آآ تصلكم اي حصة احنا نزلكم ياها. اليوم ان شاء الله راح نبلش معكم. اللي هو بالدرس الثاني من الواحدة الاولى لعلوم الصف الثامن. جسم الانسان ومناع جسم الانسان وصحته عنوان الوحدة. الدرس الثاني المناعة. طبعا آآ لا تنسوا ايضا اللي هو الروابط الموجودة في آآ عندكم عن الفعل القلم. الموجودة عندكم في وصف الفيديو. وصف الفيديو في الاسفل. تمام? موجودات في الاسفل. طبعا نبالش اليوم بالدرس الثاني سريعا ان شاء الله. طبعا درس بسيط خفيف جدا. تلخيصه كله مع حلقة ست الدرس تقريبا ثلاث صفحات. فرقزونا شوية. وقلنا لكم احنا بالتلخيص اللي اعتبدناها لكم الفصل الثاني. فقرات سؤال وجواب تتسلسل في المعلومة لان تكتمل عندك بإذن الله عز وجل. طيب. الدرس الثاني عندنا لهو المناعة. المناعة يا سيد العزيز ويا سيد العزيزة طلاب نصف الثامن اللي موجودين على مستوى انحاء الملكة. المناعة يا سيد العزيز في عندك فكرة رئيسية من الدرس. وهاي الفكرة رئيسية احنا تعودنا انه اه الكتاب ومؤلفين الكتاب اعتمدوا على انه هذا يكون السؤال الاول. فالسؤال الاول دائما في اسلة الدرس الفكرة الرئيسية احنا حطينا وين موجود في بداية الدرس. طب الفكرة الرئيسية من هذا الدرس يحافظ جهاز المناعة على صحة الجسم ويحميه من مساببات الامراض بطرائق مختلفة. يعني انا هون عندي جهاز المناعة. واحنا اخذنا في الدروس الماضي او الدرس الماضي مجمل الاجهزة الموجودة في جسم الانسان كالجهاز الهضمي وجهاز الاعصاب جهاز الدوران جهاز الاخراج ووظائف كل وحدة. واليوم وصلنا عن جهاز المناعة اللي من خلاله انه راح يحافظ على صحة الانسان وصحة جسم اثنين يحميه من مساببات. كيف بدي يحافظ على الصحة؟ بدي يحميه من المساببات. تماما. السؤال الاول. السؤال الاول بيجي بقولك اللي هو علل لا يصاب الشخص دائما بالامراض رغم موجود مساببات الامراض وتعرضه لها. ليش دائما انا ما بتصاب بالامراض? ليش انا دائما امراض بتجي لي مرضى كوية والفيروس نفسه بيجي لي مرضى ثانية ومرضه خفيفة. طبعا هذا لانه موجود نتجة قدرة الجسم على منع دخول هذه المساببات من بكتيريا وفيروسات وغيرها ومقاومتها والقضاء عليها والتخلص منها قبل حدوث المرأة. يعني بدي افهم من هيك انه انا مثلا والله في عندي جهاز انذار وهذا جهاز الانذار موجود في جسمي وهذا جهاز الانذار اول ما دخل الفيروس او البكتيريا بلس يعطي انذارات للجسم اتخلص من هاي المسببات مثل البكتيريا والفيروسات قبل ان تتعدى المناعة. لانه تتعدى جهاز المناعة ودخلت جهاز من الانسان وراح يصير في عنا مناعة مكتسبة ولا اخرى. هاي راح ناخذها بجزء الثاني من الدرس. تمام? طيب. طيب شو هي المناعة? لما اقولك هاي المناعة. شو المناعة? المناعة طبعا صبايا وبنات. صبايا وشبار. التعريفات حاطها انا بلون الازرق. فديروا بالكم. هاي بالتعريفات مهمة جدا ولازم تكون عندكم. المناعة هي قدرة الجسم على منع بدخول هذه المسببات من بكتيريا وفيروسات وغيرها ومقاومتها والقضاء عليها والتخلص منها قبل حدوث المرض. اذا اذا بتلاحظوا اذا اذا السؤال ها السؤال وسؤال. الثنين اللي هم نفس الاجابة. الثنين اللي هم نفس الاجابة. علل لا يصاب الشخص دائما بالامراض رغم موجود مسببات الامراض وتعرضها لها باستمرار. ليه? لانه في عند جهاز مناعة. طب شو جهاز المناعة ها? السؤال الثاني. شو جهاز المناعة? هي قدرة الجسم على منع دخول هذه المسببات من بكتيريا وفيروسات والقضاء عليها والتخلص عليها. بل اذكر اجزاء المناعة او انواع المناعة. انواع المناعة في عندي مناعة طبيعية. هاي موجودة في الجسم وهذه راح نتعرض لها. في عنا مناعة مكتسبة. والموضوعين جدا بسطات بس رقصونا شوي وصحصونا شوي. اولا المناعة الطبيعية. شو المناعة الطبيعية? هي مقاومة الجسم وسببات الامراض المختلفة دون ان يستهدف نوعا محددا منها وابطاع عملها او القضاء عليها عند دخولها. يعني لانه هي مقاومة الجسم مسببات الامراض المختلفة دون استهداف. ما في استهداف عندنا هون. تمام? طيب. شو في عنا انواع للمناعة الطبيعية في عنا عدة انواع. راح نبلش فيهم واحد واحد. اول شي عندك الجلد. هنا سألك سؤال. ما انواع الحوازج التي يشكلها الجهاز المناعة? يعني كيف لما انا دخل عن نقطة تفتيش بتلاقي في عندي حاجز حاجز حاجز. بتلاقي السيارة ماشي هيك ويمين شمال. فانا بالتالي في عندي حواجز قبل ما تدخل. ها شوف تخيل المرض لما يدخل جوه اعرف انه هو مجتاز كل هاي المراحل. اول عندك جلد وفي عندك افرازات الجسم وفي في كثير شغلات. فبالتالي اول شي عندك الجلد. الجلد كيف بتتم موظيفته? اول شيء من خلايا المميتة في الجلد اللي بتموت. تشكل حاجزا يمنع دخول مسبب الامراض. لانه مسبب المرض الفيروس. بده يدخل على خلية خلية حية. عايشة. مش ميتة. ميتة ما بفيدها. انا بيهمني الخلية الحية. طيب. اذا الخلايا الميتة من الجلد تشكل حاجز يمنع دخول مسببات الامراض. اثنين العرق. العرق اللي بيفرز الادين او بيفرز جسمك. من الجلد يسهم ايضا في تكوين بيئة حمضية. وبيئة حمضية. تقضي على مسببات الامراض. اذا هاي فائدة الجلد. شوف الجلد شو بيساوي لي? اول شيء خلايا ميتة في جلد الجسم ما بيفيد فيها وما بتستفيد منها للمسببات الامراض. فبالتالي هي تشكل عائق للمرض. اثنين العرق المفرز من الجلد يشكل بيئة حمضية. هاي بيئة حمضية ركزونا عليها. الله ينبع عليكم. طيب. النوع الثاني مسببات الامراض او افرازات الجسم. افرازات الجسم اللي انت بتفرزها مثلا الدموع واللعاب. مركبات كيميائية تحلل البكتيريا مسببة للامراض فتؤدي الى موتها. اللي انت لما تدمع او لما يطلع منك لعاب. هاي هاي عشان تقضي على المواد المسببة للامراض. يمنع المخاط انواعا من مسببات الامراض من التساق بالخلايا. المخاط بدخل البكتيريا بالتساقها بالمخاط. انت بترك تطلعها عن طريق الرشحة او عن طريق الفاين. فاذا انت هيك عفيت نفسك من مرض. السعال والعطاس على اخراج المخاط الذي يحوي هذه المسببات. وانا المخاط موجود في جسمي. فاذا ما طلعته راح يظل في جسمي. فاذا السعال والعطاس هي متممة لعمل المخاط. متممة لعمل المخاط. حمض الهادركلوريك اللي هو الاشسيال الموجود في المعدة يسهم في قتل المسببات الامراضية التي تدخل مع الاطعمة وتحليلها. فاذا انت صمح الله سبط بتسمم. يعني هذا معناته الاشسيال هو غير قادر على اذابته او غير قادر على تثبيته. فبالتالي راح نكون مسبب عالي. فبالتالي انا عندي عدة افرازات الجسم يفرزها يمنع من تقدم ودخول المسببات الامراض مثل الفايروس والبكتيريا. نجينا على في سؤال عندك هنا حطينا سؤال ابحث في صفحة سبع وعشرين. تعد خلايا الدم البيضاء من المكونات الرئيسية للدم التي تصنف الانواع عدة. فما وظيفتها? اول شيء وظيفتها تقاوم خلايا الدم البيضاء مسببات الامراض المختلفة. وزيادة عددها عن المعدل الطبيعي. يعني ان هناك مسببات امراض تهاجم خلايا الجسم وتقوم خلايا الدم البيضاء بمقاومتها. فاذا انا في عنا عدد معين هذا العدد لا لازم يطلع ولا لازم ينزل. اذا ظله ثابت معناة جسم جهاز المناعة شغال. فيهوش اي حارض ما في عندي اي فيروس ما في عندي اي بكتيريا. لكن اذا زادت نسبته او قلت هاي الخلايا فبالتالي وظيفتها راح تبلش بمقاومة هذا المرض وزيادة عدد معدلاتها. لانه في عندي التهاب او في عندي مرض معين فانا بدي اقاومه. النوع الثالث من المناعة الطبيعية. المناعة الطبيعية بس اللي قبل شي كنا نسألكم عنها. تقاوم مسببات الامراض بطرائق مختلفة. تمام? طب. عدد انواع خلايا دفعية في عنا نوعين. خلايا الاكولة والخلايا القاتلة. الخلايا الاكولة تبتلعها. تبتلع المسبب فتأكله فيتلاشة. الخلايا القاتلة بتروح عن المسبب وتبدأ بالهجوم عليه حتى تقتله. تشوف مثلا هنا. الخلايا الاكولة هاي. ابتلعت البكتيريا. ابتلعت البكتيريا. الخلايا القاتلة مثلا هنا عندي خلية سرطانية. يعني بنا نعالجها. بالتالي الخلايا القاتلة تأتي فتقتل الورم. تقتل الورم. ما دور الخلايا الاكولة في الدفاع عن الجسم. الخلايا الاكولة تهاجم سببات الامراض فتبتلعها وتقضي عليها. اما دور الخلايا القاتلة فيمكنها تمييز الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروسات وقتل. انا في عندي ما في عندي جسم بس أنا في عندي خلية مصابة هاي الخلية المصابة بدي أحددها تحديدها وقتلها يعود للخلايا القاتلة بينما لو كان في عندي جسم غريب ذي الفيروس او في عندي بكتيريا لا بتدخل خلايا اكولة عليها تمام فالخلايا الاكولة لأجسام غريبة مثل الفيروس والبكتيريا خلايا قاتلة لا لمين للخلايا السرطانية او الخلايا المصابة طيب نيجي عن نوع الثاني الشق الثاني من الدرس وهو الاخير المناعة المكتسبة طبعا هي خلص درسنا. المناعة المكتسبة متى تبدأ المناعة المكتسبة? تبدأ تمكنت مسببات الامراض من اجتياز الحواجز الطبيعية. شفت الثلاثة اللي حكنا عنهم الجلد وافراسات الجسم بانواحها. والخلايا الدفاعية اذا اجتازتهم يبدأ المناعة المكتسبة بالتفعيل. يعني تتفعل. طب ما هي المناعة المكتسبة? هي مناعة تنتج عن عمل مجموعة من الخلايا والانسجة والاعضاء تقاومون مسببات الامراض عن نحو متخصص تكتمل جميع الاعضاء في مواجهة هذا المرض. يعني كيف نشبهها? انا في عندي شركة. في عندي شركة. لو دخل شخص يعتدي عليها. ممكن شخص واحد حارس الامن اللي موجود هنا يقضي عليه. تمام? او جهاز الانذار يقضي عليه. ما ما بدي. او مثلا انا حط سنسورات مثلا لازر ما لازر وكذا والاخران. طب. اذا دخلوا شخصيا ممكن مجموعة من الجهاز الامن اللي هو فرزات الجسم والجلد والاخره. هاي تتحد لمقاومة هذا. فانا ممكن هوني عندي يكون مجموعة من افراد الامن. لكن لكن اذا دخلوا كل ياتهم الى المبنى. هوني يتكافل جميع الاعضاء من في المبنى حتى تتم طرد هذه المخلفات او هذه الامراض. طب. اذا هوني راح يكون في عمل مجموعة وليس عضو لحاله. اذكر خصائص المناعة المكتسبة. تكون المقاومة الناتجة عنها موجهة لمسبب مرض معين. وتحتاج الى وقت اطول من المناعة المكتسبة. اما اخر شيء عندك هنا على ماذا تعتمد المناعة المكتسبة. تعتمد اعتمادا رئيسيا على الخلايا اللمفوية. يسمها اللمفية. وهي خلايا دم البيضاء تنتج من نخاع العظم. من نخاع العظم. شأنها شأن خلايا دم الحمراء. ولتعرف اجزاء المسؤولة عن المناعة. هذا الشكل عندك الغدة اللمفوية. عندك الزائد الدودية. نخاع العظم. عندك الناسج اللمفوي. والطحال واللوستين. هذولا من جهاز المناعة المكتسبة. اللي من خلالها لما يدخل الجسم. هذولا كلها يتم بتكافلوا حتى يتم طرد هذا الجسم الغريب الى خارج الجسم. ان شاء الله هيك نكون حلصنا درسنا. ونالكم درسنا خفيف. والمرة جاءة ان شاء الله بنبلج لكم بمراجعة الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.